السلام عليكم حبيباتي على اسلامتكم ان شاء الله تكونوا كاملا بخير وعلى خير ونقلكم اهلا بكم ومرحبا بكم من يوميات دداح اليوم راح نشارك معكم وصفات تنظيف تدابير المهم محتوى تحفيزي مئة بالمئة والحاجة البنات راح نشارك معكم بلوتو الطريقة كيفاش نحمره الفيلي هاد المنطقة اللي جي بزاف بنينها في الكبش وهي المفضلة عند الزوجة ديالي نحمرو هادا يمن في الكوشا ورح نشارك معكم الطريقة المقادير بسيطة يعني ما نحتاجوش بزاف مقادير والنتيجات جي بزاف بزاف شباية البنات فانبال ندير انكو ياختا عمقاغين هادي لي فيها لوكو تعلوه بغ جس باش نمدو البنات سينوكو تعرفو الفيلي فيه الشحمة ما نسحقوش ليدا ونديرو قسم غير فاق صغيرة تعافل في اللكحل ونستعملو الغوماغان لهو اكليل الجبل نحن القهما سكيفيكو تعودو تاكلو في الحم يعني ما تتلقاوش يعني ما يضرش عليكم خاطركم ولا ويعطينا انقو شباب زيت معاهم غير فاتع متاغد المتاغد هديك القروصيات تانيك تعطينا انقو وتخلي الحم ديالنا خفيف يعني ما يجيش تقيل معا بيانسوغ التوم التوم هادا لي وجدته يقريب تخلص لي البلارة شحال مليح كي نوجدو توم يا البنات شحال الطياب يعد يجينا سهل درت دوبون كويرغ هكدا ومبعك بديت نخلط تولي لي كوميون باتلا ماغينادي ديالي بيانسوغ المدابينا نستعملو لبغ يكون بحرارة المطبخ بشي جينا سهل والملح طبح الملح درت دوبون كويرغ ومبعداتيك نخلط كلش حتى نتحصل على تتبيلة لنحاول انني نوزها على الفيلي ديالي هاوليك هنا ننصتها الفيلي تعل الكبش نتبلها تخيط خيبيا كي ما راكوا تشوفو نقدرو هاد العملية مثلا نديروها صباح ونطيبوها العشية لكن انا تبلتو سوخ بلاس وطيبتو وخرج يعني فريمون هايل ما نكتروش برك كي ما قلتلكم يعني شاركت معاكم ديجا يعني طريقة والوصفة كيفاش نحن نتعمل معا وكيفاش نحمروه ما نكتروش برك الليزي بيس باش ما نضيقوش لوغو تعله هنا البنات نسحق في الم البابيا اليمينيوم والبابيا كويسان هادا يا اللي خاص بالطبخ نحط نفرش البابيا ديالي ونحط الفيلي فيه مدابيا نغلفو تخيبيا يعني نغلفو مكاش نشميزيه تخيبيا بالبابيا كويسان وبعدها نزيد عليه البابيا اليمينيوم زيت ترشيت الغماغة عليه كاملتيك ودرت تخنش هكدا تاع البصل باش الحمد ديالي يتحمر بنده تاع هاداك البصل ويجيني الطري يعني الحمد ديالي يجي الطري انا تقدروا تزيدو الطماطي ايش تحبو تقدروا تزيدو اه انتخنش تاع القارص المهم انا درتلو البصل ودرتلو الغماغة وغلفتو بطريقة اللي ركو تشوفوها مهايا نحاول انني نغلفو ملاح نزيد نفرش البابيا اليمينيوم ورق الاليمينيوم هاهو ليك هادا طريقة البنات نقدروا نحمروا بها نبغ تكالبا خطيف يعني في الكبش يعني في الكتاف الجيق و الفيلي كي ماراكوشتو والنتيجة واحدة هنيا لانيمينيوم هاهو ليك نغلفو ونشوميزه تخي تخي بيا يعني نغلفو بطبع وشان هاهو ليك كيف شو مغلفو هنا رح نزيده طبقة من الفوق وما زيت نحل عليه هنا نخليه البنات في الفوق مسخن على مية وستين دراجة يعني دراجة حرارة متوسطة ونخليه مدة زوج سوايع البنات زوج سوايع تفتحو عليه تلقاو الحمديركم تلقاو تلقاو الحمديركم تلقاو تلقاو الحمديركم طايب زبدة محمر كما يحب خاطركم انا دوكليو باكتايها ونقوم بتلقاو الحمدير ونقوم بتلقاو الحمدير ونقوم بتلقاو الحمدير ويجي بنات إكلي للجبل تالح ونقوم بتاهد مهم ليس كذلك قدمجها وبالذوق انا جاءت لهم الملح اضافة 3 كيسة فارينة اضافة 3 كيسة اضافة 3 كيسة اضافة 3 كيسة اضافة 6 كيسة ثم اضافة 4 كيسة اضافة 1 كبير اضافة 3 كبير السبب وبرج까요 الزيتون بسارة الزيتون سوف اجدت المستعد في هذه المتغرات والذائط معتل الزيتون فيما يجبون الزيتون الزيتون من خلال الزيتون ونيقيت عكس سوف نقص في الكوزينة هذه المنطقة هي الوعرة لترتبتها بالخف ما تترون نقيتها البنات باللكيد فيه مسخون وخل وإزيس لا تخافوا منه ينظف الخشب بطريقة هيلا لكن يجب أن يكون عندكم هذا المشي فون ميكروفيف ونقيتها بشكل منا ونقيتها بشكل منا ونقيتها بشكل منا ونقيتها بشكل منا فيها البيتزا لديكم الزج سنوات فيها أمفليتها زيتون بناتها في البيتزا قرمش ليس جاهزة بطريقة القرمشة طرواه بالقرمشة أكثر مراعة وأن كلمني كيف رتبتو كيف سجمتو الفوق الحواجي لي ما ستعملو مش دايما والتحتات تبوقة وتعافو وليموني نخدم بيهم كل يوم وصقصتوني البنات تانيك على هاد البيدون لي قولتوني انتي عندك الدق وين راكي تحطي في هاد البيدون البنات انا دائما فكساتي فيها قطع قطع فيها رقع رقع انا نحط هنا تحت دائما نحوز اني نرتب دوزاني بطريقة لك وتشوف فيها ونحوز على الراحة ديالي عاليا من البيدون وعاليا من هادا كلالي سيفتائي وعاليا سار البيدون كنكمل به نعود نرجعه والبالي ديالو حطاته مور الباب بتاع الصالدوبة والاغالباد هي حالة الدقيق المهم يعني نخدمو شغلنا وخلاص هنا البنات كين مشتركة معنا يسموها اخت عبدالله قم عبدالرحمن في العيد مسكينات ترتقع لها البخاس تعالقه وحمدو الله يغطي لي خرجتلك سلامات وطلبت مني اني نوري لها الكافوتياغ الكتريك تاعي هاهي لك البنات كيفاش دايرا يا أختي سهلة تشعليها فيها مملي دير كابوتينو هاداك يعني هادية البلو سامبل المهم كيجيت شري سقصي على اللي فيها كينزبار كينزبار هي اللي تعصر القهوة تخرجها لك تقيلة تقعد دراس كما يحب خاطرك بالنسبة للأخوات ووش نقلكم نصحكم مردوبا لكم اللي كافوتياغ اللي كفكت عشناوا الكوكوطة والكافوتياغ يرحملكم الوالدين البارح برك وانا نحكي على اللي كوكوطة اللي ترتقوا يعني نسا ووش نقلكم ساكن دائما محروقين بهذا يعني لاتكنولوجيا هادي ووش نقلكم حسبونا الله واناعم الوكيل اللي يدخل سلعة فيها مضرع العيباد سكيفي كيتو حد شرو الكافوتياغ بلوتو ما كاش قد طاليا هاديك اللي تكون غافي ومكتب فيها ميد ان ايطالي سينو ماتشروش لقمي القهوة في البقارات كي ما كنا نديرو زمان حتى ان شاء الله تكسبي حاجة بطبع هادي اخوتتي بالنسبة للفيديو تاليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون نفعتكم ودرك حبيبات قلبي مقعد لغير قلكم دمتم في رعاية الله وحفظوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته